الحكومة تتخذ إجراء هام لمواجهة ارتفاع الأسعار أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميسة أن الحكومة وتماشياً مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية ستعمل على إعفاء هذه المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة وقال أخنوش في كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الحكومي إنه تماشياً مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية تقدم الحكومة اليوم حلاً جديداً يقوم على إعفاء هذه المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة تي في اي وأوضح أخنوش أنه سيتم خلال هذا المجلس الحكومي دراسة مشروع مرسوم مهم تتوخى الحكومة من خلاله حماية السوق الوطنية وضمان تموين جيد من المواد الأساسية ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية نتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي وتابع أن الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصرياً للاستعمال الفلاحي علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري وسجل أنه على خلفية الاجتماعات التي عقدها الأسبوع المنصرم مع مختلف مهني القطاع الفلاحي بحيث التقى بمعية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية مع ممثل الكونفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وممثل الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه FIFEL ورؤساء الغرف الفلاحية تم لقوف على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي يعرفها المغرب وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها ونوها بالمناسبة بالانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الانتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين وسجل أن الحكومة ستسهر من جانبها ووثق عدد من ميكانيزمات التتبع على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية مشددا على أنها عبأت كل إمكانيتها حتى تظل سلاسل التوزيع بمنآن عن أي تدخلات غير مشروعة وأشار إلى أن زراعة الشمندر السكري هي الأخرى تعيش على وقع مجموعة من الإشكاليات لذلك ارتأت الدولة تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج وأضاف أن الحكومة الاجتماعية تسهر على تنزيل مجموعة من الإجراءات سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة تعكس روح العمل الحكومي الذي يستمد توجيهاته من التعليمات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد وقال إن الحكومة تهدف من خلال مجموعة من التدخلات إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج علاوة على تطوير البحث الزراعي باعتباره آلية تقدم حلولا مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف وأكد أن الحكومة وبالإضافة إلى الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين على سبيل المثال دعم مهني النقل ورفع الضريبة على استيراد العجول والإجراءات الضريبية التي تتدارسها اليوم قدمت وما تزال حلولا ذات أثر مباشر وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي تمكنت من مؤسسته حيث ضخت 9 ملايير درهم لتنفيذه كما ستواصل نفس النهج التشاركي في تغليب لروح المسؤولية والشفافية من خلال المشاورات التي ستنطلق غدا مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيستقبل ممثل الشركاء الاجتماعيين للحكومة لإطلاق جولة أبريل وسجل أخنوش أن جميع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تعكس التزامها بمواصلة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية من بينها الصحة والتعليم والتشغيل الذي يبقى على رأس أولوياتها مبارزا أنها كلها أراش يتم تنفيذها بوتيرة متصارعة تحترم الأجندة الملاكية والبرنامج الحكومية وبهدف تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل تشاركي وفعال حث رئيس الحكومة الوزراء على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية التابعة لهم حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات التي تباشرها